مشهد لا ينسى ألاف السلاحف على الشاطئ كل عام ومنذ عشرة السنين تأتي لتهيئ نفسها لوضع البيض ثم يتجمع سكان المنطقة لجمعه وبيعه سرقة قانونية فالبيض بالملايين ولا يسمح إلا ببيع المحصول الأول وذلك لحماية السلاحف من الانقراض الناس هنا يحصلون على دخل إضافي وسط تغير اجتماعي وهذا مهم فللمشروع وجهان اجتماعي وحماية البيئة موسم ضخم يعرف محليا باسم أريباداس الناس مجبرون على جمع البيض وإلا يغرمون ولا يسمحوا ببيعي أو استهلاك أكثر من واحد في المآمن من ناحية يمكن التحكم في السوق السوداء لكن لا يبدو أن الناس أخذوا جزءا يسيرا فقط فالأكياس كانت محشوة هذا الشاطئ واحد من ثمانية في العالم تضع فيه مثل هذه السلاح في بيضها وقد أصبح محمية طبيعية قبل نصف قرن وهناك أمل في أن يقضي هذا المشروع على السوق السوداء ويزيد من دخل الناس هنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر